طيب عندنا مشكلة بقى يعني مشكلة برضو يعني حقيقة يمكن الواحد بقى بيسأل نفسه والناس القائمة على ترتيبه وإحنا لو بنعمل دورة رمضانية بنعرف نعمل جدوى المطشاط ونعرف نعمل لو بنعمل دورة في الشارع حتى يعني بنعرف نعمل جدوى المطشاط ونقسم وبشكل يتناسب مع قدرات الناس اللي بتشارك في البطولة لكن يحصل تخبط زي اللي حصل مع الأهلي في كاس العالم والحمد لله قدرنا تخطى ده بشكل كبير جدا وننجح فيه بشكل كبير جدا ما بين تنصيق بين بطولة بحجم كاس العالم للأندية بينظمها مين مش التحاد محلي ولا التحاد قري ده بينظمها التحاد الدولي أكبر كيام مسؤول عن إدارة كرة القدم في العالم وبطولة أمم أفريقيا اللي تعتبر أهم وأكبر بطولة على مستوى قارة أفريقيا إنه ما يتمش فيه تنسيق دي علامة تفهم كبيرة جدا 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 ولما تيجي تحاول تجاوب عليها حتاجت سيناريوهات سيئة جدا 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 وممكن تشكك في عنصرية ممكن تشكك في حاجات كتيرة جدا الحقيقة تشكك في نظرة دونية للكرة الأفريقية على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية وكأن ليس لها أي اعتبار من أي نوع وأشك إنه التحاد الدولي كان ممكن يجرؤ إنه يعمل حاجة زي كده مع الاتحاد الأوروبي أو التحاد الأمريكا الجنوبية على الرغم من النادي الأهلي مش بس كممثل يعني لقارة أفريقيا ومصر في البطولة لكن على الرغم من النادي التواجد النادي الأهلي في البطولة دي يدمن نجاح البطولة الجماهلية وده لنت شفتوه يعني بص مع كامل احترام لتشيلسي وإحنا كامل تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا ومع كامل احترام لبالمرس وهو بطل أمريكا الجنوبية وبطل برازيل لكن سوف حجم التواجد الجماهيل الأندية دي مش هكلمك بقى على بعد كده يعني بقيت الأندية المشاركة ومش في البطولة دي بس في كل البطولات حتى لما كات في اليابان وبالتالي نادي بيضمن لك نجاح البطولة الجماهلية بشكل كبير جدا لا بود أنه وإنت بترتب بالبطولة تحط ده في الاعتبار لكن كمان حتى على مستوى مطشط مصر في كاس العالم يعني أنا مش فاهم يعني على أي أساس هو طبعا الكاف رد أنه الموعيد اللي تم تحددها هي موعيد مبدئية المطشط دي كانت المفترض أن إحنا لما كنا بنتكلم عليها كان مطش القاهرة هتلعب 23 مطش الدكار يتلعب 29 لكن الفيفا بلغ أن المطشين هتلعبه 25 أو 28 تلعب في القاهرة 25 وأكيد طبعا هتسفر تاني يوم فتسفر 26 تقعد 26 27 تلعب السنغال 28 طب إزاي وليه اتحاد الكرة الحقيقة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد الكرة القدم المصري خاطب بالفعل الفيفا عشان يتم تأجيل مطش العودة بين مصر والسنغال والمطش اللي هتلعب في دكار اللي مدت يوم واحد على أقل تأدير بحيث أنه يبقى فيه فرصة عند المنتخبين بالمناسبة ده شيء ما يخصش المنتخب المصري بس ما هو المنتخب السنغالي هيبقى جاي عندنا هنا في القاهرة ويراجع معنا على السنغال فبالتالي المساحة اللي بين المطشين أعتقد هتكون صعبة جدا على الفرقتين أنه هم يلعبوا مبارتين في خلال فترة 3 ايام بينهم وبعد ومبارتين في منتهى الأهمية فكان من المنطق الحقيقي أنه يتم طلب تأجيل المباراة العودة عشان يبقى فيه فرصة كافية للفرقتين أنه هم يستعدوا لها والكاف يمكن رد قال أنه الموعيد اللي حددها الفيفا مش موعيد نهائية وهيتم منقشتها في الأسبوع اللي جاي وكل الطلبات اللي هتقدمها لاتحادات الأهلية أو اتحاد المحلي في الدول اللي هتلعب المرحلة الأخيرة من التصفيات هيتم النظر لها بين الاعتبار وده اللي نتمنى ما أعتقدش أنه فيه حاجة أنه يكون فيه مفاجأة من النوع ده مفاجأتين من العيار ده يدوشوا بصراحة المفاجأة والده segundo